اشتركوا في القناة وقدوتنا محمدا رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه فقال لوددت أني رأيت إخواني لوددت يعني أتمنى أن أرى إخواني فقال الصحابة يا رسول الله أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد يأتون بعد ذلك فيؤمنوا نبي النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إليك يشتاق إليك فهل تشتاق إليه؟ لماذا يشتاق إليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يعلم أنك آمنت به ولم ترى آمنت به ولم تدركه آمنت به بعد أن وصلك القرآن ووصلك تعاليم القرآن وأحكام القرآن بعدما وصلتك السنة وأحكامها بعدما وصلتك عظمة هذا الدين تؤمن بالغيم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق إلى أن يلقاك صلى الله عليه وآله وسلم يتمنى أن يراك عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته يعرض هذا الدين على الناس آمن من آمن وكفر من كفر لكنه لما عرف أنك ستؤمن به بعد ولم تره تمنى أن يراك صلى الله عليه وآله وسلم هو من هو عليه الصلاة والسلام في ذات يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا معاذ بن جبل فقال الرجل يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا؟ يعني هل في حد من بعدنا يعني أعظم من الصحابة أجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم ما يمنعكم من ذلك؟ ورسول الله بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء بلى يعني في ناس أعظم منكم أجرا قوم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا أعجم الناس إيمانا هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى ولم يروه آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه لذلك أصبح صلى الله عليه وسلم يوما وقعد للناس فقال أيها الناس من أعجب الخلق إيمانا؟ من أعجب الخلق إيمانا؟ يعني أي الإيمان أعجب في نظركم؟ قالوا الملائكة هؤلاء أعجب الخلق إيمانا؟ فقال صلى الله عليه وسلم وكيف لا تؤمن الملائكة وهم يعينون الأمر إنهم يعينون الأمر في الملكوت الأعلى لا لا ليس هذا هو الجواب فقالوا النبيون فقال صلى الله عليه وسلم كيف لا يؤمن النبيون والوحي ينزل عليهم من السماء؟ يعني هؤلاء يأتيهم جبريل ويسمعون الوحي لا ليس هذا هو الجواب قالوا فأصحابك يا رسول الله لعل الصحابة هم أعجب الخلق إيمانا؟ قال وكيف لا يؤمنوا أصحابي وهم يرون ما يرون؟ يعني يروني ويعيشون معي قال ولكن أعجب الناس إيمانا قوم يجيؤون من بعد يؤمنون بي ولم يروني ويصدقوني ولم يروني أولئك إخواني إخوان النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت اللهم اجعلنا منهم هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم فقال طوبى لمن آمن بي ورآني طوبى لمن رآني وآمن بي ثم قال وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني ثلاثة ثلاث مرات بيدعو لك بالحياة الطيبة وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يروني في ذات يوم جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وقال يا أبا عبد الرحمن أنتم نظرتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعينكم هذه شفتوا بعينكم بي قال نعم قال وكلمتموه بألسنتكم هذه قال نعم قال وبايعتموه بأيمانكم هذه قال نعم قال طوبى لكم يا أبا عبد الرحمن ما شاء الله يبختكم يا أبا عبد الرحمن ده واحد من التابعين فقال له أفلا أخبرك بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قل لك بقى البشرة قد الهدية دي قال نعم قال سمعته يقول طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن لم يرني وآمن بي ثلاثا يعني وطوبى لمن آمن بي ولم يرني وطوبى لمن آمن بي ولم يرني وطوبى لمن آمن بي ولم يرني أنا أسألك كم تدفع لترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا قلت لك تدفع كم وتشوف النبي؟ تدفع كم؟ لو أنت معاك مثلاً مثلاً يعني مليون جنيه هتعيش بيوم بقى حياة كويسة قلت لك إيه رأيك؟ هتشوف النبي مرة واحدة وتدفع المليون جنيه دوت لله عز وجل ترضى؟ ولا تستكسره؟ أنت بتدفع كم وتقعد معه ساعة؟ أنت بتدفع كم وتسافر معاه يوم بليلة؟ تدفع كم ويسلم عليك؟ تدفع كم ويقبلك ويحضنك؟ الأمر عظيم جداً لذلك الصحابة كان منهم من يستوحش جداً عندما يستشعر هذا الشعور لهو إيه الشعور ده؟ أحد الصحابة اسمه ثوبان لو أسلم في يوم شافه لا وش متغير كده؟ قال ما لك يا ثوبان؟ أبك مرض؟ تمريض؟ قال لا يا رسول الله ولكني لا أصبر ألا أراك قال لنا ما بقدرش ما شفكش ما أن أرجع إلى البيت حتى أشتاق فآتي فأنظر لك فتذكرت قلت لبنت في الدنيا يا ثوبان بتعرف تعمل قصة دي في الدنيا بتعمل إيه؟ عاوز تشوف النبي؟ بتروح تشوفه في المسجد فكيف إذا دخلت الجنة يا رسول الله؟ وإن دخلتها أنا فترفع أنت في عليين أما أنا فإن دخلت الجنة فأكون في منزلتي التي كتبها الله لي قل له يعني أنا مهما كان هجبك منين؟ دعنا في الجنة أنت في الجنة فوق في أعلى الدرجات وأنا أكون في منزلتي اللي أكون فيها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية ولم يفرح الصحابة بعد إسلامهم كما فرحوا بهذه الآية قال الله تبارك وتعالى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصُدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا المرء مع من أحب الله كانت هذه بالنسبة للصحابة زي البلسم كذا اللي جعل الجرح يعني يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم عملوا مش جيبهم قال أنت مع من أحببت فرح الصحابة جداً بذلك أنت كم تدفع كما قلت لك يقول النبي صلى الله إن بعض الناس يعني يقول إن من الناس من يتمنى لو رآني بأهله وماله إن من أشد أمتي لي حباً من يتمنى أن لو رآني بأهله وماله تقدر لو خيرناك إنك تفقد زوجتك وعيالك وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم تقدر تعملها الحب يا جماعة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامات لها محكات الصحابة لما حبوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان العشروه وعملوه خلال الشهر راح نتكلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم إزاي كان بيوحى إليه وإزاي تعب جداً في القضية دي وإزاي كان بيبلغ رسالات ربنا وما كتمشي حاجة وبلغ كل شيء إزاي كان داعي إلى الله عز وجل إزاي كان بيعلمهم أحسن معلم في الدنيا إزاي كان بيربيهم ويزكيهم إزاي كان حاكم عادل إمام عادل إزاي كان قاضي إزاي كان نصلح عظيم إزاي كان قائد عظيم إزاي كان أب حنون وصاحب وفي إزاي كان مفتي خير المفتين صلى الله عليه وسلم إزاي كان معهم في كل حياتهم يخالطهم صلى الله عليه وسلم كيف رؤوه أشجع الناس وأوفى الناس وأكرم الناس وأحسن الناس خلقاً وأسمحهم كيف مازحهم وضاحكهم لما عشوا معنا بهذا الامر ملك عليهم قلوبهم فعبروا عن حبهم بإيه؟ حبروا عن حبهم فكانوا يقدمونه على كل شيء حتى على أنفسهم عندما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبي أحب إليك من نفسك هل تؤثره على نفسك هل تؤثره على غيرك يعني إذا أمرك أحد بأمر وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بالله عليك بالله عليك تقدم كلامين كلام النبي ولا كلام الإنسان ده كلام رئيسك في العمل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي ولا كلام أبوك ولا كلام زوجك ولا كلام زوجتك هتقدم كلام مين ولا كلام شيخك ولا كلام رئيسك ولا كلام المتبوع لك المحبة اتباع كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحبكم الله الصحابة لا يقدمون عليه أحدا يفدونه بأرواحهم يقولون يا رسول الله ظهري دون ظهرك نحري دون نحرك رأسي دون رأسك عاش لقضية النبي صلى الله عليه وسلم عاش لقضية الدين ده هل أنت تقول يا رسول الله حياتي أقدمها لأجل دينك الذي تعبت فيه حتى حطمك الناس أم تقول للدين رب يحميه أنا ما لهم للدين يا عم لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم صح هتعيش على هديه هتعيش على منهاجه هتعمل زي ما كان بيعمل هتضحي للدين اللي ضحى لأجله الذي قال بلغوا عني ولو آيها بلغوا عني يرحمكم الله هتبلغ دين النبي صلى الله عليه وسلم لن يهدى لك قرار حتى تنشر دينه في ربوع الأرض وتنشر سنته وزيرته بين الناس أجمعين هذه المحبة المحبة الجماعة مش كلام فاضي أسألك سؤال أسألك سؤال دلوقتي أنت قاعد دلوقتي تسمعني في البيت لو خبطت على الباب دلوقتي سمعت تخبيط فقيل لك أنا رسول الله إيه ده؟ النبي جاي زورك جاي زورك في البيت دخل عليك في البيت كده هتقدر تستقبله تستطيع أن تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هتعرف تهزمه على الأكل ولا الأكل بتاعك في شبهة ولا الأكل بتاعك في مشكلة هيخش بيتك هيلاقي البيت بتاعك في حال يرضي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا هيلاقي معك تلفون كده ترضى تدول تلفون معك يدور فيه شوف في إيه؟ هيخش يلاقي التلفزيون شغال هيلاقي في إيه حياتك على منهاجه ولا نأة المحبة يا جماعة مش كلامه خلاص المحبة أفعال المحبة أحوال اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم مش هينأئي من حياته بعض الأشياء ويسيب البعض لا بل هيكون كما قال بعض السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بآثر ففعل الصحابي قال له لما لقى أنه سمى كلش التوم ولا البصل قال له أحرامن هو قال لا ليس حراما ولكني أناجي ما لا تناجي قال لا ضير أكره لأجلك الذي تكره يا رسول الله الصحابي ما كنتش بيسأله هو واجب ولا مستحب حرام ولا مكروه النبي عمل بيعمل لبس الخاتم لفسه الخاتم ألع الخاتم ألع الخواتم قال له ما عملته كده ليه قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا خلعت فخلعنا ابن عمر يمشي فييه عند حتة كده ويوط راسه بتعمل اي يا ابن عمر كانت هنا شجرة وكان لها غصن فحنى النبي رأسه فأنا أحني رأسي بس الشجرة راحت هذا هو الاتباع هذا هو الحب المحبة لها علامات إذا أردت أن تكون ممن يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم له ويفرح به يوم القيامة ويسقيه بيديه الشريفتين شربة هنيئة لا يضمع العبد بعدها كن مثله كن عبدا كما أراد الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتسي به الذي قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الكلام طالبنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين اهتدوا بهديه واستنوا بسنته وكانوا على طريقته الذين نصروا دينه والذين عاشوا بهديه حتى لقوا الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة